النادي الاهلي كل ده ما يفرقش مع النادي الاهلي ولكن اللي يفرق معاه الالتزام بالكلمة اللي بيقولها والحفاظ على المبادئ حتى لو كان ده ما بيحصلش من ناس كتير حتى لو ده ما كانش بيحصل من ناس كتير او خلال الفترة اللي فاتت كل الناس ايه قالت لك قصة الاهلي عنده اصابات ما تيجي نلحق الاهلي كده وانا ردت ساعتها وقلت يا جماعة الاهلي لو لعب بناشيئين ما عندوش مشكلة ما عندوش مشكلة في حاجة اسمها روح الفنلا الحمرة والناس لما بتيجي تتكلم في الموضوع ده بتقعد تهزر يعني الناس اللي ما بتشجعش النادي الاهلي طبعا بتقعد تهزر وتقولك يعني ايه روح الفنلا الحمرة معلش معلش انا اسف جدا ما حدش هيعرف روح الفنلا الحمرة غير اللي لبس الفنلا الحمر غير اللي منتمي للفنلا الحمر لكن ان انتو تتكلموا اه فحاجات كلها اصل النادي الاهلي بصاب اصل رمضان صبحي هو النادي اهو رمضان صبح ما لعبش الموتش اللي فات مع الاحترام لكل اللعيبة وكل الناس فوق دماغنا من فوق ولكن كلام اللي حضراتكم بتقولوه اللي بترددوه في اه الوسط اللي انتو بتقعدوا فيه كل حاجة بتوصل وكل حاجة بتتعرف كلام اللي حضراتكم بترددوه الكلام اللي بتقولوه هو كلام غير منطقي النادي الاهلي بمجموعة اللاعبين اللي متواجدين اصابت رمضان مؤثرة اصابت ياسر ابراهيم مؤثرة اصابت وليد سليمان مؤثرة إصابة وليد أزارو نفس الكلام إصابة مراوان محسن نفس الكلام عودة عمر جمال وكان عامل لقاء جميل جدا جدا منذ قليل مع أمير هشام في الأهل الليلة حاجة جميلة جدا والحقيقة الواحدة استمتع بهذا اللقاء ولكن زي ما قلت لحضراتكم المصابين دول كلهم فريق كامل للنادي الأهل الكابتن أحمد فتحي طبعا ورجوعه إن شاء الله خلال الفترة اللي جاي كل المجموعة دي آه فرقة لوحدها وتقدر تلعب دوري تاني لوحدها في أسبانيا بقى أو في فرنسا مش هتفرق معنا الكلام ده لكن في النهاية لكن في النهاية الموضوع كله نحن مايفرقش معنا المصابين يعني لما تتكلم على أحمد فتحي وليد سليمان ورمضان صبحي وليد أزارو مروان محسن بقاية اللاعبين فكرون يا جماعة لو في حد تاني مصاب أنا ما قلتش اسمه مجموعة اللاعبين اللي مصابين دول كلهم ممكن يلعبوا في أي دوري الأسماء دي هي اللي تلعب في دوري مش حد تاني أسماء اللي يا ما مثلت مصر ويا ما عملت لمصر خلال الفترة اللي فاتت فاللي عايزة أوصله لحضراتكم التزام النادي الأهل بكلماته مهما كان سوء حالة المنافس اللي قدامك ترجمة نانسي قنقر